لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا برحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل لأم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة القرآن تأليف الرسول عند الشيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب وإحنا شفنا شيخ الأصهر وهو بيشرح لنا أن القرآن مخلوق ومش مخلوق في نفس الوقت وقال السبب في أن كلام الله نفسي وده النفس كلام ابن حجر لما قال أحدث الأخبار بالله أي أقرب هنزولا إليكم من عند الله عز وجل فالحديث بالنسبة إلى المنزول إليهم وهو في نفسه قديم وكان رد شيخ البراك مسهب الأشعارة في كلام الله وفي القرآن هو أقرب إلى مسهب المعتذرة وهو تضمن تشبيه الله سبحانه بالأخرص وبعدها شفنا أن عقدة المعتذلة أن الله لا يتكلم فالمفروض أن الأشعارة تبقى عقدتهم أن الله يتكلم ولكن الغريب أن الأشعارة بيقولوا نفس كلام المعتذرة اللي في الآخر بينف صفة الكلام عن الله والتنقض للإمام الأشعاري في كتاب الإبانة ألها بكل وضوح أما أهل الباطل فإنهم يعتقدون أن الله تعالى لا يتكلم بحرف ولا صوت إنما له كلام نفسيني ورئيس أكبر مؤسسة دينية يعتبر من أهل الباطل وتابعوني في حلقة النهاردة عشان نشوف الجزء الثاني من كلام شيخ الأصهر إن القرآن مخلوق وخلينا مع بعض نشوف الفيديو اللي جاء فلا هو جاهل أن القرآن كله مخلوق ولا أن القرآن كله حادث أو قديم أو أزلي شيخ الأصهر بيقول فلا هو قال إن القرآن كله مخلوق ولا إن القرآن كله قديم أو أزلي وطبعا احنا وضحنا وشرحنا لحضراتكم ان الجملة دي معناها ان القرآن مش مخلوق ومخلوق يعني نقدر نقول ان نص القرآن مش مخلوق والنص التاني مخلوق وطبعا ده معنى كلام شيخ الاسهر وهنشوف مع بعض ان شيخ الاسهر الدكتور احمد الطيب هو بيقول حرفيا ان القرآن مخلوق وفي الحقيقة قمة التناقض لما الواحد يقول على نفس الشيء ابيض واسود وعموما نروح لكلام شيخ الاسهر وهو بيقول حرفيا ان القرآن مخلوق ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي توسط الاشعاري فقال ان الكلام اللي هو القرآن بمعنى انه المعنى او المعاني التي كانت قائمة بالذات الالهية قبل ان يخلق الانسان اللي حقابه ده قديم لكن الحروف اللي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم معبرة عن هذه المعاني القديمة هي دي المخلوق وهنا بيقول توسط الاشعاري فقال ان الكلام اللي هو القرآن بمعنى انه المعنى او المعاني التي كانت قائمة بالذات الالهية قبل ان يخلق الانسان اللي هيخطبه ده قديم لكن الحروف اللي بلغها النبي معبرة عن هذه المعاني القديمة هي دي المخلوق يعني شيخ الاسهر زي ما شرحنا لحضراتكو قبل كده هعيد النقطة دي علشان نربطها بالنقطة التانية بيقول ان الاشعاري توسط وقال ان القرآن مش مخلوق ومخلوق مش مخلوق زي ما شرحنا انه كلام نفسي ومعاني محتاجة حد يعبر عنها التعبير يعني زي الترجمة واللي يعبر عن المعاني دي هيعبر عنها بكلامه يعني لو جبريل او محمد هيعبره بكلامه من المخلوق ونلاحظ ان عقيدة شيخ الاسهر الدكتور احمد الطيب واكيد ان دي عقيدة الاسهر برضو هي ان القرآن كلام النبي النبي كلامه مخلوق اذا القرآن مخلوق برضو خلينا نشوف مع بعض الفتح اللي كاي لكن الحروف اللي نزلت اللي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم معبرة عن هذه المعاني القديمة هي دي المخلوق وهنا بيقول لكن الحروف اللي بلغها النبي معبرة عن هذه المعاني القديمة هي دي المخلوق نلاحظ كلام شيخ الأسهر بيقول الحروف التي بلغها النبي ودي تهم الجبريل وللنبي يعني ممكن جبريل عبر عن الكلام النفسي لله وطبعا الكلام النفسي معناه أن الله أخرص يعني ممكن أقولها بالطريقة دي كلام الله اللي مش بيتكلم الكلام اللي من غير كلام جبريل عبر عن معناه يعني جبريل عبر عن الكلام اللي من غير كلام للنبي وبعدها النبي عبر عن تعبير جبريل لكلام الله اللي مش بتكلم يعني من غير كلام ونشوف شيخ الأصهر وهو بيقول الكلام ده اللي شرحناه لحضراتكم في الفيديو اللي جاي لكن الحروف اللي نزل اللي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم معبرة عن هذه المعاني القديمة هي دي المخلوقة وهنا بيقول لكن الحروف اللي بلغها النبي معبرة عن هذه المعاني القديمة هي دي المخلوقة وبيأكد شيخ الأصهر الكلام ده ما فيهوش شك وخلينا نشوف الفيديو اللي جاي أما الألفاظ والحروف التي جاءت لتعبر عن الكلام النفسي فهذه هي مخلوقة ما في ذلك رأيب وهنا بيقول أما الألفاظ أو الحروف التي جاءت تعبر عن الكلام النفسي فهذه هي مخلوقة ما في ذلك رأيب شيخ الأصهر هنا بيقول بأسلوب مباشر جدا يعني بدون لف ودوران دي عاقدته وحقيقة يعني إحنا بنشكر شيخ الأصهر أنه يعني بيوضح العقيدة بأسلوب سهل ومباشر ونلاحظ أنه بيأكد أن الله أخرص برضه لأنه بيقول ألفاظ وحروف تعبر عن الكلام النفسي يعني كلام الأخرص وخلينا نشوف إزاي شيخ الأصهر هيشرح الجملة دي هنا بيقول فهذه هي مخلوقة ما في ذلك ريب طبعا نتوقع شيخ الأصهر لما يشرح الجملة دي هيطبق كلامه اللي هتسمع دولوقتي في الفيديو اللي جاي لذلك وفعلا حبجه حاضرة وجاهزة ومكسفة ولذلك أي أشعر يستطيع أن يستدل بآياته وهو مستريح جدا وبالأحاديث وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم قل مثل ذلك فيه أمور كثيرة جدا وأنا بيقول لذلك أي أشعر يستطيع أن يستدل بآياته وهو مستريح جدا وبالأحاديث وبفعل النبي قل مثل ذلك في أمور كثيرة ده كلام شيخ الأصهر إذن شيخ الأصهر هيشرح لنا من القرآن والسنة أن في حاجة اسمها كلام نفسي يعني كلام من غير كلام وأن جبريل بيعبر عن كلام الله الأخرى وأن النبي عبر تعبير الخاص تعبيره هو الخاصة عن تعبير جبريل عن كلام الله اللي مش بيتكلم أصلا وأكيد شيخ الأصهر هيقول قال الله اللي مش بيتكلم أن القرآن مخلوق دعنا نرى شيخ الأصهر هيقول لنا إيه في البتشل ديكاي الحس يحكم بأنها مخلوق شيخ الأصهر بيقول لأن الحس يحكم بأنها مخلوق هل إحنا سمعنا صح؟ يعني لما سألنا شيخ الأصهر عن كلام الله قال لنا أنه مش مخلوق ومخلوق قلنا إزاي يبقى مش مخلوق ومخلوق الكلام الله إما يكون يكون مش مخلوق إما يكون مخلوق ما ينفعش الكلام نفسه يكون أبيض ويسود مع بعض قال لنا شيخ الأسهر مش مخلوق ده معناه الكلام النفسي والكلام النفسي معناه أن الله أخرص مش بيتكلم ومخلوق يعني الكلام النفسي اللي هو أصلا مش بيتكلم بس ليه معنى مش كلام وليه معنى معلنا من الجملة دي والمعنى ده هيقوله جبريل ومحمد بعبارات من عندهم قلنا الشيخ الأصهر انت أشعري وقلت اني اي أشعري يقدر يجيب دليل من القرآن والسنة على اي حاجة يقولها فين دليل حضرتك يا شيخ الأصهر قال انا حاسس كده سألنا يعني ايه حاسس قال كده شيخ الأصهر ده هو الدليل إحساسي شيخ الأصهر الحساس بيقول ان القرآن مش مخلوق ومخلوق هل العقيدة نقول فيها الحس والإحساس شيخ الأصهر قال الحس يحكم انها مخلوقة ونشوف الفيديو اللي جاه عشان نتأكد الحس يحكم بانها مخلوقة زي ما شفنا شيخ الأصهر بيقول لان الحس يحكم بانها مخلوقة يعني كل واحد وإحساسه وضميره هل الكلام ده كلام أكاديمي؟ وطبعا لان شيخ الأصهر حساس فأكيد حس اننا عاوزين برضو يعني يوضح كلامه أكتر فهو لانه حساس حس بكده وابتدى يشرح كلامه ونروح لشرح شيخ الأصهر الحساس لكلامه ونشوف الفيديو اللي جاي بانها مخلوقة شيخ الأصهر بيقول لان الحس يحكم بانها مخلوقة بمعنى ايه؟ قبل ما يجاوب شيخ الأصهر على نفسه هنلاحظ كلام شيخ الأصهر الحس يحكم وكلام ده احنا قلناه قبل كده وضحناه أكتر من مرة ان الأشعارة يقدمون العقل على النقل وطبعا شيخ الأصهر دكتور أحمد الطيب وأي أشعاري بيستطيع ان يستدل بآياته هو مستريح جدا وبالأحاسيس بالأحاديس وبفعل النبي ده معناه بالنسبة لأي أشعاري إذا وافق النقل العقل والدليل ان شيخ الأصهر لم يأتنا بأي دليل على كلام الكلام النفسي ولا على ان القرآن مخلوق وهنشوف شيخ الأصهر هو بيسأل عن ازاي الحس يحكم انها مخلوقة او انها مخلوق الحس يحكم بانها مخلوقة وهنا شوفنا شيخ الأصهر بيقول لان الحس يحكم بانها مخلوقة بمعنى ايه؟ هو بيقول كده بيسأل بمعنى ايه؟ هنشوف ايجابة شيخ الأصهر الحساس بقى في الحلقة الجاية ودلوقتي انا هعملكم ملخص لحلقة النهاردة شوفنا في حلقة النهاردة شيخ الأصهر هو بيشرح يعني ايه؟ القرآن مخلوق ومش مخلوق وقال ان القرآن مش مخلوق لانه كلام نفسي ومعاني محتاجة حد يعبر عنها وبالتالي يبقى جبريل او محمد هيعبروا بكلامهم المخلوق ولما حبنا نفهم هو جاي بالكلام ده من فين؟ قال الحس وكان سؤالنا هل العقيدة ناخدها من الاحاسيس؟ ما فيش اي دليل لا من القرآن ولا من السنة وتابعوني الحلقة الجاية علشان نشوف جواب شيخ الأصهر الدكتور أحمد طيب على السؤال اللي سألوا لنفسه الحس يحكم بانها مخلوقة بمعنى ايه؟ والتقي بيكم في الحلقة القادمة واذا يرد بعقل واذا يذكر بعقل يبقى الدين يبقى ولعوبة بينها وكل المشاة